موسيقى 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 إن شاء الله يعني هتبدأ يبقى هبدأ معاكم النهاردة بشربة الخضار المشوي هي عبارة عن فلفل أحمر وفلفل أخدر وتوم وبصل وطماطم وجذر هنحطها لأول حاجة هنقطعهم شرايا نحن نقول المأدير وبعد كده هي عموان الفكرة بتاعة شربة الخضارات المشوية حلوة يعني المأدير هنقولها وبعد كده هنشوف هنقول تركيب بعد كده فلفل ألوان أحمر وأصفر وأخدر وجذر وتماطم وبصل وتوم ومرأة فراخ أو خضروات وملح وفلفل جميل شويت الخضر لنا هزين نقول لهم برضو حنا شوينيه عشان الوقت شوينيه حطناه قطعناه شرايح وحطناه على مفروض حطناه على الشوية تحت النور رشينا عليه رشة زعتر وحطناه تحت الشوية جميل زعتر وشوية ملح وفلفل زي ما انتوا عايزين بس هو الفكرة بتاعة الشربة النهاردة حلوتها ان هي نهى نكهة مختلفة يعني فاكرين يوم السبت لما عملتلكم اختراع بالتماطم المشوية والفلفل الأحمر كان بالمكارونا هيا نفس الحكاية طعم المشويات جوه الشربة دي طيب تفضلي بقى عندك الحلة بتاعتنا هيا هتحطي انت هتحطي ايه بقى اول حاجة هنحط شوية زيت زاتون جميل وهتحطي توم اهيونا فصي توم هي حتى كاتبة توم في المعادير فاحنا خدنا توم ناي وتوم صحيح ما شوي يعني هنلاقي هنا هي حتى ثلاث فصوص توم خدنا فصين شوينهم سلام وفصين نايين وبعد كده هنحط معاهم الخضروات الخضروات كلها سمكن بقى نرجع هنا عشان الحرارة درجة الحرارة هنا اعلى بشبتين اوكي هننزل الخضروات كلها حلو قوي يعني احنا بابن ما بنسويش التوم يادوب بس يشم النار كده نحط عليه الخضر بالزبط بحيث يطلع ريحة الخضر الماشوي كلها ونحسب اندماج كل الخضروات مع بعض طيب حلو قوي عايز اسألك بقى اسئلة شخصية كده يعني كل من بيجي عندنا ما بيعديش غير ما نسأله في حاجات شخصية انت حبيتي المطبخ من ايه من ايه والله انا حبيت المطبخ اه مطبخ حب لا اصلي ما ياهشان بيقول لي حبيتي بقول له اه المطبخ ده لازم يكون مش حب عشق يا جماعة انا اه رقم واحد في حياتي شغلي بحبه جدا طبعا ولادي على رأسي واهلي وقصرتي ولكن اه حياتي في العمل يعني انا طول ما نوقف على جلائي كده فهو ده وانا بعشع المطبخ بالله بخش المطبخ ابوز الدنيا بس طبعا قبل ما يشوفوا المدام والولاد وكده بكون زبط في الدنيا بسرعة انا ايكرمك فالمطبخ حب ياهشان طبعا انا حبيت المطبخ بصراحة من زمان جدا اه مامتي كانت زمان جدا ايه انت صغيرة شكلك مش قوي يعني اه يعني اصلي مامتي كانت بتدخلنا على طول المطبخ معيها يا رب امين فعودتنا على الاعتمد على النفس وان احنا ازاي نطبخ وازاي ناعتمد على نفسنا اشنا بقى طبعا بنبعد تحية المامتي اللي علميتك اه او حبيبيتك في المطبخ اه والله اه طيب احلى تحية الماما طبعا اه فحبيت بقى المطبخ منها وبدأت اعتمد على نفسي كان عندي كل ايتي كمان كانت في اكتوبر انت درس اي صحيح اعلام اه اعتمدت على نفسي اكتر زميلة يعني اه طبعا زميلة هنبدأ بقى نحط المرأة طيب ناشا كمية كبيرة ولا شوية بس كده كفية طيب ناشا شايفين بقى لتبها تغلي بقى شوية طب انا بالله فكرة الشربة دي عجباني لانها فعلا اه طعم مختلف يا جماعة يعني في ريحة مختلفة ريحة الطماطم ما شوية مع التوم مع البصل مع الفلفل هنسيبها تغلي مع بعضها شوية وبعد كده هنربع في الخلاط فكرة حلوة مبتكرة عارفين اللي هو ماشي على طريق كده انا ما بحبش كده لازم كل شوية يبص ياخد من هنا حاجة وياخد من هنا حاجة وياخد من هنا حاجة كل شوية نجدد كل شوية نبتكر كل شوية نخترع ليه لا هو الاكل ده مش كينيا يعني مش حط ساليكسيد الكربون على بخار الماء يطلع من لا 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 خالص الاكل هو تركيبات بس متنسخة الاكل فن زي ما بقول طبضان يعني انت ممتك اللي على بيتك انتبه اه طيب احنا هنقول طبعنا التاني طبعنا التاني بقى عبارة عن انا بعتبرها من الحاجات المقبلات يعني البوب بستري زي عجينة هشة هعملها لكم النهاردة نقدر نقول عليها عجينة الملفية تمام او بس هي انا بحبها اصلا اكتر كمان بالحوادق اكتر من الحلو ممكن نعملها حلو ممكن نعملها حادئ جميل الفطير عبارة عن هنستعمل فيها الجبن الرومي والجبن الموتزرالة والجبن الشدر وهنقطع معها فلفل احمر وشرايح زيتون اسود سيري انا متأسف لا لا خلص انا ممكن اقول بقى المآدية لحن عندنا عبوة من اه عجينة كباية او الملفية جاهزة وعندنا Sunday مرتين فلفل ألوان متقطعين وكوبة من الزتون وكوبة من الجبنة المتسللة وكوبة من الجبنة الشدر وكمان عندنا نصف كوبات جبنة أو ما يعادل مثلاً 7-8 شريح من الجبنة اللي هي الكريمي التارية اللي هي مش الكريمي بتاعت الشيس كيك لا اللي هي بيحطها في السندوشات اللي هي بتاعت الأطفال التارية دي مش فاكر اسمها ايه بالظبط شدر لا شدر منعرف ان هي نوعها شدر لكن هي لها اسم الشريح دي دي بتتبيع سهل قوي وعندنا زبدة سايحة نقول تاني لفة من الباف باسترين لفة كوباية من الزتون كوباية من الجبنة الشدر كوباية من الفلفل الأحمر الرومي وكوباية متسللة وكمان 7-8 شريح من الجبنة الشدر الطرية دي وزيت أو زبدة للدهان ويلا نشتغل بقى تماما نفط كل المكونات مع بعض اللي هي المكونات اللي هي الجبن الجبن كلها مع بعض كلها مع بعض مش محتاجة تفروميها مش محتاجة تفروميها في حاجة محتاجة والله ينفروم الجبنة للشدر كمان يعني كنا ممكن نجيب حاند بليند الفوت برسوسو نتحمها جواها ممكن اسهل بكتير طيب بعد ما هنتحن الجبنة هنحط عليها الزيتون مش هنفروم هنحط السليم زي ما هو نحط السليم وكذلك الفلفل الفلفل بسم الله طبعا كميت جبنة حلوة او انتو عارفين انا بعشاء الجبنة يعني 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 بحبها الجبنة دي من الحاجات اللي انا بحبها مهما الدكاترة عليولي ما تاكلش جبن باكلها مش معنى كده انا بقولوكو كله جبن كتير لا خلاص بقى يعني ليه بقى لان انا كان آم الشاف الفرنساوي اللي انا تتلمست على دي كان بيعشاء الجبن الاوف هو اللي حبيبني فيها يعني والله ما تسيب الخير الشيف فانسان تمام اوي جبن انواع جبن اهم تمام نعم نحط بقى معيهم دلوقتي علي الزتون اه طبعا الزتون طيب انا عارفة بيقولوا ايه ايه بيقولوا ايه الشيف فانسان ده اللي علمك الفرنساوي يا جماعنا ما بتكلمش فرنساوي بس هي شوية مصطلحات كده اه ام تعلمتهم يعني زي بناكل بوا معيش يعني ها طبعا بالشكل ده طيب احنا حطيس الاول فرمنا الجبنى الشدر مع الجبنى الشرايح مع الجبنى الموصللحة تبذات تق هو وبنتظيف عليهم اه طيب ما انا هقولك حاجة تاير لحظة بدل ما انتي ايه بتقليب بالمعلقة كده ممكن بتثباتهم الزعيدين متحنهم كده عشان يبقوا كلهم متماسكين تمامن ثماني على طول بقى. هنجيب دلوقتي آآ. طب اقول لك فكرة حلوة. آآ. عشان الزتون والفلفل ده يخش جواه احنا ناخد بايدنا كده ونعملها زي كرة صغيرة عشان ناخد كمية كبيرة. صح? لا. ده عايزة اكتر. عايزة اكتر. طيب. نحط هنا. عايزة اكتر. كمان من ده. عسنا انا بحب الحاجات آآ. مليانة يعني بس. طيب. احنا مش بوخة والله. طيب. هفرد هنا بقى عشان تشتغل براحتك. اوكي. جنب بعدها كده. طبعا البابسر ده بيتباع. انا اصلا بحب عمله بيدي كده. جاهزة. زي بتقفلي زي السامبوسك. ازاي زي. طيب هقولك على فكرة يعني انت ممكن تدهني بالفرشة. انا ماما معلمت هولي كده. ما ربنا يخليك معنا احنا بنقول فكرة جديدة. اه لا ده في الاخر. لا لا دهان بالفرشة شوية مية صغيرين عشان نقفل لان دي بتبقى بينها وبين بعضها طبقات من المية. اوكي. اه طبقات قصدي من الدقيق فتخليها ممكن. اهو. هنا في الحروف اللي هتقفل بيها. والله الحاجات دي على فكرة يعني انا مش مؤمنة بها اوه. لا اقولت ليه بس. لانك انت ممكن اه تفكوا معاك. هي هتفك. هي هتفتح. دي تفك احيانا. طيب مش شفتي بقى. يعني لو عملنا المية دي مش هتفك. لا مش هتفك. اه والله. طب نعمل دي عشان شفتي كلامي صح ازاي. يبقى احنا كده بندهل. بس لما بتفك بيبقى شكلها جميل بس. الحروف بس مية لو مش عايزينها تفك. عايزينها تفك زي ما بتقول. ما فيش مشكلة ان احنا ممكن نعملها اه من غير مية. يبقى فيه طريقتين. طريقة ان انا اقفلها كده. ما تفكش. وطريقة تانية ان احنا نقفلها من غير ما نحط مية. هتفتح معانا. ايبقى شكلها برضو. اه فيها شوية ديكوريشن يعني. ممكن في كده بالشوكة كده. بالشوكة اوه. اه. عشان ما تفكش خالص. فكرة حلوة قوي. على فكرة الافكار دي اه على قد ما هي بسيطة كده. بس جديدة يعني حاجة كده ممكن اطفالنا هيحبوها لو يروحوا المدرسة كل واحد ياخد له واحدتين منها تمام التمام ما فيش مشكلة. احنا طبعا هنعمل كل ده. وهندهنه بس على الوش زبدة. فقط. وندخلوا الفرن يستيوه معانا. و برضو هنسحب كده الشربة شايفين شكلها عامل ازاي? نضربها في الخلاط بعد كده صح? طيب. حنضربها في الخلاط ونصفيها مش هنعمل اي حاجة خالص غير لما نرجع من الفاصل ما حد شوف اي مكان عشان ممتع والجديد دائما اتشوفوه على تليفزيون الحياة ببرنامج المطبخ مع الشيف يوسري ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وقبل الفاصل عملنا مع ضيفتنا الجميلة السازة نادا شرجة الاعلام او الاعلامية. الاعلامية. بتتحب اعلامية ولا شف ولا اي لقب? كل حينة الالقاب كل بعدها. لا انا بقى يعني بيشجيني اه لقب شف. بصراحة يعني كده حاسس ان انا منتاشي طاير كده. ليه لان انا بحب بحب الموضوع قوي يعني. الحمد لله رب العالمين. طب احنا عملنا الفطاير دلوقتي بتستويه في الفرن. وعملنا الشربة صفيناها. فقالتلي حنحط على قطعتين زبدة. نتقطع لها قطعتين زبدة. عشان تبقى كده شوية ريتشي وبعد كده حنغرفها. وتعلي بقى نقول معدير الاكلة بتاعتنا الثانية. عم بس نضرب الزبدة كده. تبسي بيها هنضرب هنا. اوكي. ونقول بقى المعادير التبع الرئيسي. البيكاتا بالمشروب. اه اه بيكاتا الفراغ بالمشروب عبارة عن قطع الفراغ الفاني او الصدور الفراغ متقطعشة رايح. اه. وبصل وطوم ومشروب فراش. وكوكينج كريم او كريم تلطح. وملح وفلفل اه حسب الرغبة. طبعا حسب ما كل رحبنا يا حبي. اه تبّلنا الفراغ بالملح والفلفل. طب لا نقول تاني اخلاب نقول مرتين. اوكي. البيكاتا الفراغ بالمشروب. اه. عبارة عن صدور الفراغ متقطعة. اه. بصل. اه. 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 مشروب فراش. وزبدة معنا كمان. و اه كوكينج كريم او كريم تلطحي. اوكي. انا هقولها بطريقة هذا بعث سريعا عشان خاطر بس حبياتنا المشاهدين اما بقولهم عشرة جرب بيشتغلوا عليه. احنا عندنا هنا ربع كيلو مثلا من المشروب. متقطع شرايح. عندنا اه حوالي اه نقول كيلو اللي ربع من صدور الفراغ برضو متقطعة شرايح سميكة شوية. وبصلاية وفصين توم. وكوباية من الكريمة. ومعلقتين زبدة ومعلقتين دقيق. وهنقدمه مع رز. وهنقدمه مع رز. الرز هي هتعمله عبارة عن رز منقو بسناتي اهو. وبصل. رز بالبصل اكيد طعم حلو. طبعا عايز اقول حاجة. الشربة هي ايشان بعد ما الشربة بعد ما غرطناها اي حد هيبقى معزوم في البيت هيقول شربة ايه? عادس. او طماطم. او طماطم. عشان لونها. ام. فلما يجي كده يدوق حيلاقي طعم مختلف. ده اللي احنا بنتكلم عليه يا جماعة. ده الفكرة الجديدة اللي احنا بنقول عليها اه. شايفين? اي حد جاي يعني هوريكم شكلها. لونها اهو. شايف ياتش? اول اول عينه متوع على دي. هقولك ده ده شربة طماطم او اه زي ما قالت شربة عس بس شربة الطماطم اقرب يعني. بس ما يدوق حيلاقي طعم خضروات ما شوية كده مع بصل مع توم مع فلفل. طعمها حلو اوي جربوها. هنعمل الرز الاول. نعمل الرز الاول. ايه وبعد كده نعمل. نستخدم زيت. نحط زيت الاول. عندنا الرز اهو هتنعننه في المية بس ماتي. حط شوية بصل. وبصل ايه. اوكي. اوكي. اعيزة بس حاجة نزل بيه. معلقة. حاضر. فضلي. طيب حنرجع تاني نقول هي حطة دلوقتي شوية زيت. وحتى معاهم بصلية. هتسوي البصلية ولا هتبقى صفرها بس. هتصفرها بس. جميل. بحيس تاخد بس لون. وهتدي للرز طعمتين. ايه. اوكي. هنصفر البصل. هبدي ما فكرتش تعملي مشروع بيتي. والله ماما بتعمل محشي ورق عنب. لازم تأزمين عليه بقى. يعني يعني هنعمل من بعدها مشروع على طول. لا بتكلم جد. لا انت ما فكرتش تعملي حاجة لك يعني حاجة شخصية. والله كل الصحابي او ارايبي او اي حاجة لما بيجوا البيت عندنا وكون انا عاملة الاكل ببقى مميزة يا. جميل ما انا عايز. بس ما فطنطة اكيد مفيش مشاريع بيتي متهيق لي. لا لا. يعني اه ممكن يكون فيه. لا والله في حاجات على الفيسبوك. على الفيسبوك وكده. يا هشام. كفر الشيخ عدت يا هشام. والله فيها لا. فيها مجموعة من الناس المتميزة بتعمل اه اكلات بيتي حلوة قوي. والمشاريع. المشاريع لا المشاريع منتشرة هناك يعني. اه. بعد البصلية متصفرة هنزل عليها المي. جميل. نعم. يلا يلا نعمل مشروع هناك. يلا. لا عادي انت انا عارف انت معك في روس عادي كده. ما شاء الله يعني اه. اه. مية للرز. طيب. هتحط المية دلوقتي ولا هتحط الرز? لا المية الاول. طيب. يلا احنا بعد ما بصل بلعة الهوى. نحط كده. المية. بس. تحديد كمية المية في الرز البسماتي حسب نوع الرز. وحسب نعي الرز. وبعدين نحط الرز. تمام. انت حتيتي ملح. انا مبحبش ازود الملح في القفل يعني لربما حد ما يبحبش الملح. النظرية صح. النظرية صح. اصلا دايما الحاجة الملحة ما تنفعش يعني ما يبقى لاش طعب. لكن الحاجة اللي هي نقصة ملحة ممكن تتعالج. لكن الرز لو نقص ملح. بيبقى صعب. لا صعب علاجه. يعني لازم نحط له مية دامة داوبة في ملحة او مش عارف ايه او او الاخر. فلازم نزبط دايما ملح الرز. ممكن معلقة بس صغيرة عشان نحط الرز لان الملح عشان. كمان. لا كفاء. احب بس غيرين كمان. شوية فلفل. انا هنا طبيعي يعني انا هنا ما بنتكلفش يعني. بحب الفلفل الالوان. الفلفل الاسود في الاكسرا. كمين. احط شوية كمان. وبعدين نغطي. بس. ونسيبو. يستقو معنا. يبقى احنا كده عملنا الرز الاول. يلا نعمل البكاتة على طول علشان خاطر برده. اوكي. وقتنا لاننا خايف الوقت يأذر يعني. اوكي. هنرجع تاني نقول البكاتة عبارة عن شرائح متقطعة من صدوري الفراخ. بسلطين مفروميل. وهنخط السلطين. وربع كيلو من المشروم. وكوباية من. حط عليها زيت على طول. وكوباية من الكريمة. تحطينا زيت وزبدة. وبعدين نحط بقى الشرائح. لحظة. عايزة حلوة فكرة البكاتة بالفراخ. اه. هو عموما كلمة بكاتة هي عبارة عن كلمة جاية تطلق على قطعة من اللح او الفراخ او السمك متقطعة بسمك معين. اه. جميل. نحط بس هيا. هنروح من هنا. جميل. طيب بعد كده. بعد كده بعد ما نحمر كل الفراخ. هنحط. يعني هنجيب طبع ننشيلها فيه. اه ننشيلها. هالطبع فاضي من فضلك يا احمد. تاخد اللون الحلو ده. تفايا كده ولا نقلب? يعني نصيبها كماش شوية. طيب حار. انا بحب اسبهم كبير. حار. دي فكرة 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 البكاتة حلوة قوي. وخصوصا اه الرز البسمات يا جماعة اه هي انا ملاحز ان اكلها كله خفيف يعني ما شاء الله. لكن اه ممكن نستغنع عن كمية الزيت والزبدة اللي هي بتحمر فيها يعني ما ناخدش كل الكمية دي. بعد ما نسوي نبقى نشيل منها شوية. عشان خاطر برضو يبقى حدها تلاقي حد يقول لك الله. ده حط زيت وزيت ده قد كده. لا لا. اه. اصلا فراخ. آآ لايت جدا يعني. نعم. تمام كده? كده. هناخد بقى الفراخ. نشوحها التشويحها دي. وبعد كده ننشيلها. وبعد كده نحط البصل. لا مش هنضيف البصل ولا نعمل حاجة غير ما نرجع من الفاصل ما حد تشوف اي مكان. عشان الممتع والجديد دائما هتشوفوه في تليبيزيون حيات برمج المطبخ مع الاشيط يوسري. ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل من ورانا ومشرفانا استاذة ندا عماد الدين. نورد الناس بتتعمل ايه? عايز اتخلص كل حاجة بسرعة 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 بسرعة. بعد ما همرنا. احنا حطينا بنفس مكان الفراخ. شلنا شوية من الزيت والزبدة. وحطينا مكانها البصل. شايفين دبل الزابع اللي هو رو عامل ازاي? حطينا التوم. وبعد كده. نحط المشروب. احنا مرضناش نكمل اي حاجة غير ما نرجع من الفاصل. طيب. وبعد المشروب ما يستوي معنا. بعده ما يستوي معنا هنحط الكوكينج كريم او كريم نحط الطاي وبعد كده نزوتها شوية مرأة. ونحط بقى الفراخ مرة تانية ونصيرها تستوي مع بعض. مش هتديها اي مادة ربط يعني شوية. راشة دي. راشة دي. او لا راشة دي. اذكركم تاني احنا عملنا اي? احنا حطينا معلقتين من الزبدة ومعلاقة زيت. شوحنا الفراخ بعد ما تتبلت ملح وفلفل كويس قوي. وبقت باللون اللي انتم شايفينه ده. بعد ما عملناها باللون دوت. خدنا في نفس التاسة بس خفيفنا بقى الزبدة والزيت شوية. حطينا البصلة يا دبلت. حطينا عليها التوم. حطينا عليها المشروم. شايفين اللون البن اللي تحت ده? ده اللي انا بقول لكم او اطفا وتو. اللي هو نتيجة التسوية بتاعة الفراخ. دي اللي هتخلي لون الصوس براون. دي اللي هتخلي اللون الصوس جريفي زي ما احنا بنقول. صح. اوكي? اوكي. طيب. احنا كده خلاص. المشروم دخل معنا. المشروم ما بياخد شوقات كتير. اه. هنحط دقيق شوية. شوية. معلقة كده صغيرة مسلا. مادة ربط صغيرة. جميل. وبعدين المرأة. المرأة وال. وانسيبها تغلي شوية وتطلع بقى اللي احنا قولنا عليه البهاريس دي. اها. جميل. هترجع الفراخ فيها. اه. ولا هنغرف. لا. لا هنحط الفراخ فيها مرة تانية. عشان تتشرب من الطعم. وتاخد طريقة سهلة اوي بفيرت اوي. وموجودة زي ما بنقول. اه. اه. يعني اي حد ممكن يقوم دلوقتي يعملها بسرعة. مش مش موضوع يعني. صح? صح. طعمها لذيذ جدا جدا. طيب. ايه بقى السنة بيجيلي نسكتر اوي. يعني مثلا. اه. وفي حاجات مش متوفرة. في الماركتات اللي هناك. طنطة فيها كل شيء. كل حاجة. دلوقتي ما فيش اي حاجة نقصة هناك. لا ما عندناش اي حاجة الحمد لله. جميل. يعني اه. يعني فيه اماكن بيبقى فيها حاجات مش موجودة. عشان كده بنخاطب اصحاب السوبر ماركت الكبير ان هما يجيبوا الحاجات اللي بيجيبوها في القاهرة في اسكندرية. نجود. في كل الاماكن علشان خاطر احنا بنقول مثلا. الماشروم. في اماكن ما بينزلش فيها الماشروم الفراش. مع انه ممكن يكون بيتزرع هناك. ممكن يكون فيه مزارع للماشروم هناك. لكن هو بيتاخد من هناك. بيطلع على برا على طول. احنا بنناشد الناس ان هي تحط. ممكن نحط الفراخ الاول شوية. بعد كده نضيف الكريمة. جميل. عايزين بس حضراتكم زي ما بنقول كده يبقى كده كل الحاجات متواجدة. بس. واحنا لما يكون في حاجات مش متواجدة بنقول البدائل ايه. الرز اخبار ايه. جميل. نسه سيء يعني عايزي تشرب بقى موط عليه سينا. خليك زي ما انت زي ما انت. موط عليه شوية كده بس. ممكن معلقة بس نقلبه. حاضر. وممكن كمان لو حابين تحطوا على الرز. ارفع. اه. هيل. هيل او. او. هيل. عارفين الهيل. الحب هان. انت ايه عاشت برا. اه. والله. اه. انا. انا. ابوبايا في السعودية. اه. عشان كده. بنبعد سلام لكل حبيبنا في المملكة العربية السعودية وكل اصدقائنا. اه. هناك. عايز بس اقول اه. ان في الدول العربية ما بيقولوش على الحب هان. حب هان. قولوا عليه حب هيل. حب هيل. حتى دلوقتي فيه شركات بتاعت. اه. الشاي باعت تعمل شاي بالهيل. زي مثلا مشهور جدا شاي بالهيل ده فين. اه. في دول الخليج وخصوصا في العراق. يعني احنا. كنت باشا باستكانة الشاي في العراق كده ببغداد في شارع المنصور. لها طعم ومزاق مالوش حل. والله يعني. مش نفس اشربها تان. مهما عملت. حاولت اعملها هنا بصراحة. لان هناك كانوا بيجيبوا. اه. عارف. اش. مع لا. صدقني لا. حاولت اجربها. حتى الشاي الزردة. الشاي الزردة مختلف. بتاعنا في مرسى مطروح وفي السلوم. نحط اه با. نحط الكريم معهم. اه. لا. بس هناك الشاي بالهيل. هما عندهم الشاي بيعملوا شاي. بيجيبوا كرف كبير. يعملوا فيه شاي اللي هو الخشن. وبعدين يحطوا عليه حبوب الهيل. بيبقى له طعم مالوش حل. بصراحة. شكرا. نبعد سلام برضو لحبابنا في العراق. اه. اه والله. يعني عاشت في العراق شوية في المنصور من اجمل ايام حياتي. طيب احنا كده هنحط ده تغلي شوية. وبعد كده نغرف الرز بعد شوية. ولكن اه نقول الحلو بقى. سيبقى تغلي. اه. نقول المعادير الحلو بتاعنا. اه. الفضان. الكوكيز اه هنعمل الكوكيز بال المعادير بتاعته اثنين بيضة. اه. متين جرام زبدة. اه. مية خمسة وعشرين سكر ابيض ومية خمسة وعشرين سكر بني. ومتين وخمسين جرام بيه. ورشة فانيليا. جميل. وممكن نحط قرفة لو انتم حبيين. هنقول المعادير تاني. اه. اتنين بيضة. اه. مية خمسة وعشرين جرام سكر ابيض ومية خمسة وعشرين جرام سكر بني. ومتين وخمسين جرام ده. ورشة فانيليا. جميل. ورشة بكينج بودر. او اه. او او باكينج صودا. صودا الى الكاربوناتو. اه. يبقى هنقول تاني عندنا بتنو عندنا متين جرام زبدة حوالي كوباية مية خمسة وعشر جرام سكر تقريبا آآ آآ نص كوباية ومعلقة مية خمسة وعشرين جرام سكر بني يعني لو عندنا ميزان يعني متين وخمسين جرام دقيق وعندنا رشة من الفانيليا ورشة من البيكينج باو. اول حاجة هنحطها نحط السكر البني. جنيل. اه. والسكر. والسكر الابيض. ونحط معهم الزبدة. يبقى احنا كده حطينا السكر الابيض والسكر البني. لحظة. الزبدة متين جرام. يبقى مقدار السكر اكتر من الزبدة بخمسين جرام. وبعدين نشغل مع بعض كده. شغل الفانيليا. شوية الفانيليا اه. نسيبهم بقى يتخلطوا مع بعض حلوة قوية عشان الزبدة تتيح مع السكر والسكر الابيض والسكر البني وتبقى ثرية. جميل. سيبها شوية كده. وبعد كده نحط البقى. سؤال بقى. بتعلمت الحاجات دي في آآ من الدراسة ولا تعلمتها عبر الشاشات التلفزيون ولا بتتفرج عندي الكتب ولا ولا لا والله يعني عن طريق الانترنت. لو في حاجة نفسية كلها مسلا. مش فاضية وانزل جابها. بقى شوف على الانترنت وطبعا قنوات التلفزيون كلها والانترنت يعني. جميل. يعني ايه معنا كده ان ما فيش حاجة صعبة ما فيش حاجة مستحيل ما فيش حاجة آآ تتوقف معنا اللي زي ما بنقول آآ الهدف بتاعنا يعني هي خارجة اعلام بتحب المطبخ آآ بدأت آآ تخش على بعض المواقع او على القنوات التلفزيونية وتشوف البرامج وتطبق عملي. بسم الله ما شاء الله يعني انا شايف ان هي متمكنة يعني زي الفل. احنا بس هنكمل بقى اسرع شوية. الزبدة بدأت تتجانس هنحط بعد كده ايه بقى? بعد كده هنحط البطين. واحدة واحدة. واحدة واحدة. زي ما انتو شايفين بقى كده الفيكاتة خادت اللون الكافي الجميل. ونقدر نغرب ها دلوقتي. بس بعد ما نحط مكونات الحلوة عشان هنخلوه شور. طيب احنا حطنا بيضة. اه. ونحط التانية كمان. اه. ممكن ده بقى ممكن تبقى ممكن نحط زبيب ممكن نحط مكاستر اي نوع من عنوان مكاسترات وممكن في ليه بالفانيليا بالكرامل ايه. هو الاطفال بيحبوا عمتها من الشوكولاتة يعني. اه. 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 كده خلاص. تمام. نبدأ نزود بقى ايه? اه. براحة براحة براحة. ايه. ثانية منبطل خالص ونفضل دي مرة واحدة عشان اللي فاقى مرة واحدة. اوكي. وعليه البيكنج بودر. على زائرة. جميل. واللف كده. بعد ما اه. هتختلط مع بعضها. هتختلط وبعد كده نحط. اه يعني اه اه. لاحشته حاجة ان احنا ما بيجي نحط مثلا اه اه في الكيتشن مشيل وهو شغال ما بنشغلش على السرعة. بسرعة ليه? عشان خاطر دي ما يطلعش. بيفقد كمية من المقدار. مباشرة لما بحط هنا على طول آآ آآ دي اي واشغل بيفقد كمية من المقدار فبيبقى خسارة يعني. حلو. وممكن يبوز وصفة لان الحلوات دايما بيبقى بالجرامات. نضيف دلوقتي لشوكولت. اهي. احطها كلها. كلها حال. وننسيب شوية براحة. انت قلت وحطها كلها. وننسيب شوية خلاص مش مش كال. والله انا انت عارفة انا عبد المأمور. اوكي. خلاص بنجيب بقى صانية. ننزل بس. سر خلطة الكوكيز الحلوة. ان الزبدة اول حاجة تبقى بدرجة حرارة الغرفة اللي احنا عايزين فيها ما نجيبهاش نسيحها لان بنات كتير جدا بتعمل المقدار بتسيح الزبدة. تاني حاجة لو احنا عايزين نعمل كوكيز سليمة جدا بعد ما بنعمل الخلطة كده نحطها في الفريزر في من اللي هو الشفاف ده. ترتاح شوية. ترتاح شوية ونحطها في الفريزر ونطلعها نقطعها هتبقى حلوة جدا. جميل. احنا طبعا هنستعملها على طول. اه. هناخد بمعلقة. بمعلقة. اه. ثواني. اه. وبعدين نعمل قطعة. اه. نعملها كورة نفردها زي ما انتم عايزين هي هتفرش لوحدها. وبعد كده ندخلها الفرن ومش هنعمل حاجة خالص غير ما نرجع من الفاصل كل اللي هنعمله اللي احنا هنساوي قطع الكوكيز كده وندخلها الفرن. ونسيب تاخد لها تقريبا عشر الاثنى عشر خمستاشر ديئة. اربعتاشر ديئة. اربعتاشر ديئة. وانت يجد فواصل ما بين كل واحدة واحدة عشان هي بتفرش. اه جميل. هنكمل بس بعد الفاصل. كترش. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل احنا غرفنا طبق من البكاتة الفراخ مع الرز وطبق تاني كمان اهو. بس هنمسح بس الطبق كده. حروفه. وبالهاده والشيفة طبعا عايز اقول لكم ريحته حلوة وكمان شكله حلو. وزي ما قلنا اهو. برضو مش مكلف يعني. الموضوع مش مكلف قوي. اه اعملنا ثلاث اطباق حلوين. والكوكز عملناه كده عشان اطفال برضو. يعني في حاجتين هنا ينفعوا الاطفال. في الفطاير دي. وفي كمان الكوكز ينفع الاطفال اللي رايحين مدارس حلوة اوي. زي اللي بيشترون من برة بالزبط. عايز اسأل سؤال بقى. طبعا احنا دايما اه امبرح على فكرة حد كلمني من ازاعة معينة يعني كانوا بيكلموني على اه موضوع التوفير وان احنا قلتله يا جماعة احنا عندنا ثقافة عادة معدومة في موضوع التوفير. ثقافة ان انا مثلا اروح عندك وتعزم في البيت. فمام تكتلقاها عاملة صفرة كبيرة مليانة حاجات واشي بط واشي ديكرومي واشي فراخ واشي حمام ولحمة. يا جماعة طب وكل الحاجات دي انا كضيف لو احنا مثلا عشر افراد بنعمل لخمسين فرد. وفي النهاية يا ام ما بتتشحت وممكن اللي بياخدها ما بيستفادش بيها. يا ام ما بتترمي. صحي. صح. فاحنا اللي بنخسر في النهاية يعني انا اللي بدفع من جيبي وبخسر. ليه موفرش لنفسي. ليه انا ما بقاش حريص على اني اعمل على القد. يا جماعة ما تعزم في حتة والله ما بكذب عليكم. وروح تلقيت اكل كده بشكل شيك متقدم. مش هقول للناس دي بخيلة وعملالي طبق صغير والكلام ده بالعكس. ده انا هبقى سعيد ان هم بدأوا يستفادوا من اللي احنا بنعملو على مدار السينين اللي فاتت. احنا بقالنا مثلا آآ كام سنة مش فاكر والله على بنطلع على الهوى مباشرة يعني دخلين في الخمسطاشر تقريبا انا. بنقول للناس نصايح وبنقول هعملوا كزا وخلوا كزا. لما هو انا روح مكان وقلاقي في طبقين رئيسيين. وطبقين جانبيين. وطبق مقبلات. وممكن طبق شربة وطبق حلو أنا حبقى سعيد جداً لكن إحنا لازم نعمل ثلاث أصناف حلو صح ولا لا؟ صح وتلاث أصناف فراخ وتلاث أصناف لحمة وقولك لأ إحنا لازم نبقى نقدام للناس نجوم إحنا عايزين بقى يعني نناشد أعتبر نفسك طبعاً أعلامية وبتوجه كلام للسادة المشاهدين تقولولهم يا جماعة إزاي نقدر نوفر لنفسنا ونحافظ على صحتنا في نفس الوقت لأن أنا لما بعمل أكل كتير فأنا بأكل حاجات كتير فبدخن صح 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 صحيح مش بالولاي مش إن إحنا نأكل كتير يبقى إحنا كده مبطوطين بالعكس إحنا ممكن نأكل أكل صحي ومفيد جداً وفيه كل الاحتياجات اللي الجسم محتاجها بشكل أقل بشكل مفهوش أي نوع من أنواع الدايت زي يأكل النهاردة كده البيكاتب المشروم خفيفة خالص الباب بستري عامنينه قليل الدسم فيه الكامل الدسم عامنين قليل الدسم الشربة لايت خالص مش لازم نعمل الحاجات كتير عشان نبقى شكلنا حلو إحنا شكلنا حلو من غير أي حاجة والحاجات كلها مقلت وعاداتها أكتر هتبقى شكل الصفرة بتاعتنا أحلى وهنستفيد برد والناس اللي حوالينا بردو هيعرفوا إن إحنا مش بوخة لأ يعني ده عموماً شكل الكوكس بعد ما عملناه كنا عملينه قبل الهوا هنشوف دلوقتي اللي إحنا عملينه على الهوا ما يختلفش في الشكل أبداً على اللي بنشتريه من بر ما بيختلفش في الشكل بس إحنا ممكن بعد ما يطلع هتلاقوه فارش شوية ممكن نحدده بحاجة أو نعمله في البداية في فورمة صغيرة عشان يطلع بنفس الدوراء اللي إنتوا شايفينه ده صحيح أنا طبعاً عايزة أقول لك أن أنت يعني ما شاء الله عليك أفكارك لذيذة وسهلة وبسيطة وحاجات كده يعني إيه زي ما بيقول سامبل يعني ما فيهاش تعقدات يعني بصراحة القصة ببساطة أنت عايزة تكملي في الموضوع المطبخ أه جداً والله أنا أصلاً بحب المطبخ أه وباكل كتير جداً وما بتخنش تعرف أن فيه كتير جداً ما شاء الله من اللجوم هنا دلوقتي بيعمله برامج وبيعمله مشاريع وحاجات كتير قوي وإحنا طبعاً أنا بقى مبسوط ببقى سعيد جداً لأن ده هدفنا هدف برنامج عزومة بيتي اللي أنا عملته دلوقتي داخل في سنتين أهو كان نفرج حضراتكم على شغل مشاهدينا وفي نفس الوقت ناس تكتشفهم وفي نفس الوقت كمان يطلعوا لجواهم يعني كل ابتكاراتهم وأفكارهم الجديدة زي فكرة شربة المشويات اللي أنت عاملها دي فكرة أكثر من رائعة أنا عملت قبل كده برضو شربة بس شربة تماطم مشوية هي شبه كمان في الشت حلوة جداً شبه شربة العتس هي حلوة عمتاً نكهتها مختلفة هتشوفوا بتعملي شربة العتس فيها طماطم طب انت مالش قلت شبهها ليه يعني في الشكل في الشكل وفي المضمون يعني بالدفل هو العتس أصفر شوية لكن عمتاً يعني إحنا ثقيلة مش خفيفة قوي زي شربة الماشروم مثلاً مش خفيفة مش الملمس الخفيف يعني هو يعني نقدر نقول إن هي اختراع جديد جربوه وحاولوا دايماً ما تحكموش على الحاجة غير بعد ما تجربوها أنا هبصي بس على الكوكز أخباره إيه أهو ممكن نطلع يا أحمد من فضلك هو لازم يطلع بره ما نطلعه بره يهزى شوية أهو بالضبط بعد كده نقدمه بجد شكله حلو قوي زي اللي بنشتريه من بره بالضبط يعني هو بيكمل نص بقيت السوا بتاعته بره ما هو لازم يبرد لازم يبرد هنطلعه يبرد شوية وبعد كده نحطه على حاجة ورحته حلوة جداً طبعاً مش أنت اللي عاملها لا الله يخليك أنت نورتينا وأنا بشكر طبعاً مامتك من غير معرفها أن هي يعني إيه حبيبتك في المطبخ وعلمته لك وده في حد ذاته شيء جميل يعني أهو شايفين شكله عامل إزاي؟ هنسيب ده يبرد شوية كل ما هيبرد هتلاقوه بيدينا اللون اللي احنا شايفينه قدامنا ده مش عارف أقولك إيه والله يعني إحنا أولاً مبسوطين جداً بوجودك معنا أنا مبسوطة أكتر وأنا ببسط أكتر يعني أنا طبعاً القاهرة هي أم المدن في العالم مش مصري وبس بصراحة أنا بعتبر القاهرة دي محور ارتكاز العالم كله لما نبص على الخريطة حلق أن مصر هي محور ارتكاز الكرة الأرضية صحيح والقاهرة محور ارتكاز مصر يبقى أنا دي موضوع لكن أنا لما بيجي لي ضيف من بره القاهرة ببقى سعيد بي جداً ليه لأن بحس إن المعلومة اللي إحنا بنقولها بدأت توصل لهم بدأوا ينفزوها والله بجد يعني ما بيجي لي حد من إسكندرية بيجي لي حد من أسيود بيجي لي حد من مبورسعيد بيجي لي حد من طنطا من المحلة ببقى الموضوع بالنسبة لي أنا بيسعدني جداً بحس إن المعلومة وصلت طبعاً بشكرك جداً وكلنا سعداء بوجودك معنا كمان بشكر حضراتكم على المتابعة ويا رب دايماً نكون بنقدم لكم حاجة بسيطة من اللي إحنا بنعرفها ويا رب يكون ضيفنا كمان بيقدموا حاجة لذيذة كمان هشكرك كمان مرة زي ما بقولوا كل يوم يا رب نحب بعض إن شاء الله شوفكم بكرة على خير بكرة عزوما برسعيدي ما حد وشرا في أي مكان السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة